إذن هي أجهود كبيرة تبدلها الدولة من أجل تنمية الصعيد وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار لسيما بمحافظة المينيا وفي هذا الإطار بلعت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المينيا عام 2021-2022 ما قيمته نحو 3 مليارات و 400 مليون جنيه تنمية اقتصاد شاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر صعيد مصر الذي لم يحظى بنصيبه العادل من التنمية على مر العقود السابقة كان ولا يزال في أعين الرئيس السيسي مع امتلاك الصعيد لفرص استثمارية واحدة إلى هنا نحو المينيا توجهت أنظار الدولة للاستفادة من مقاوماتها الاستثمارية اعتمادا على موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة فضلا عن امتلاكها لهبات خاصة في مجال الثروات الطبيعية الأرقام لا تكذب فالدولة قامت بجهود عديدة في سبيل تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمينيا قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة عام 2021-2022 بلغت 3.4 مليارات جنيه في حين تم افتتاح مركز خدمات المستثمرين في إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار الصناعات المتطورة عرفت طريقها للمينيا مؤخرا بعد إقامة المناطق الصناعية حيث تتميز المحافظة بوجود أربع مناطق صناعية قائمة إحداها بالمطاهرة شرق النيل وأخرى بوادي السريرية وكذلك في الشيخ فضل وأخيرا المنطقة الصناعية بمدينة المينيا الجديدة الدولة أولت كذلك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم الاتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 58 وحدة صناعية بمساحات مختلفة الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في محافظة المينيا وفي هذا الصياق ولتيجة لجهود الدولة الموجهة للقطاع وصلت المساحة المنزرعة إلى 524.82 ألف فدان خلال عام 2021-2022 هذا وتسعى الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة لتعزيز الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا بالإضافة إلى هذا تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر في نوفمبر 2017 الذي يهدف إلى تطبيق غرض التكثيف المحصولي في حين بلغ حجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري بمحافظة المينيا إلى 3.4 مليارات جليه خلال عام 2021 هذا وتعمل الدولة على إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وفتح أسواق خارجية تزيد من الانتعاش الاقتصادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة